بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة هل يمكن لحيوان أن يتكلم مع البشر؟ وهل يأتي ذلك اليوم الذي نفهم فيه لغة الحيوانات؟ هل أشار النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى هذه القضية كعلامة من علامات اقتراب الساعة؟ الحقيقة هناك دراسات كثيرة جدا تجري هذه الأيام للتوصل إلى مخاطبة الحيوانات وفهم لغتها بل وإعطائها الأوامر لتنفذها ولكن كيف تتم هذه العملية المعقدة والغريبة؟ هذه العملية تعتبر إلى وقت قريب من الخيال العلمي ولكن أنا اليوم سأحاول نقل هذه الدراسات من موقع دي دابليو الألماني حيث يحاول العلماء استخدام مستشعرات متقدمة وتقنيات متطورة للذكاء الصناعي لثك شفرات التخاطب بين هذه الكائنات بما فيها النباتات العلماء يطرحون سؤالا هل يأتي ذلك اليوم حيث نستطيع فيه الحديث والتواصل مع الحيوانات؟ حقيقة الأمر أن هذه العملية بدأت منذ منتصف يعني القرن الماضي أكثر من سبعين عاما والعلماء يحاولون مخاطبة الحيوانات مثل الغوريلا التجارب بدأت بمحاولة تعليم الحيوانات لغة البشر هناك باحثة أيها الأحبة تدعى كاريم بيكر شهيرة تعمل في جامعة بريتش كولومبيا متخصصة في علم الصوتيات الحيوية تقول من الأفضل أن نفهم الطريقة التي تتواصل بها الحيوانات لأن هذه الحيوانات لن تتحدث مثل البشر بل لديها أسلوب خاص في التواصل علم الصوتيات الحيوية يعتمد على استخدام مسجلات رقمية صغيرة خفيفة الوزن تشبه الميكروفونات يقوم العلماء بتركيبها في مختلف الأماكن في الطبيعة هذه الأجهزة يتم تثبيتها مثلا على أصداف السلاحف على ظهور الحيتان بالقرب من النباتات الهدف هو تسجيل الأصوات التي تطلقها هذه الكائنات طبعا هناك أماكن يتعذر الوصول إليها ولكن العلماء يضعون هذه الأجهزة ويراقبون عن بعد المحاولات الحالية تعتمد على الذكاء الصناعي لفك شفرة اللغات التي تتواصل بها هذه الكائنات الحية العلماء أيها الأحبة يقومون الآن بتسجيل كميات هائلة جدا من الأصوات وبعد ذلك تتم معالجة هذه الأصوات بواسطة برمجيات الذكاء الصناعي ويستخدم العلماء خوارزميات خاصة لتحليل هذه الأصوات وترجمتها تماما مثل برامج الترجمة مثل جوجل ترانسليت مثلا هذه الباحثة بعد دراسات طويلة أصدرت كتابا بعنوان أصوات الحياة تتناول فيه كيف تقربنا التكنولوجيا الرقمية من عالم الكائنات الحية قامت هذه الباحثة بدراسة خفافيش الفاكهة المصرية حيث راقبتها على مدار شهرين ونصف وقامت بتسجيل ما يزيد عن 15 ألف مقطع صوتي ثم أخضعت هذه المقاطع الصوتية للتحليل بواسطة معادلات الذكاء الصناعي طبعا هي تحاول ربط هذه الأصوات مع بعضها وتربطها مع مقاطع فيديو مسجلة أيضا مثل معرك بين اثنين من الخفافيش على الغذاء أو صراع على شيء آخر لقد تمكن الفريق العلمي من تصنيف أغلب الأصوات التي أطلقتها هذه الخفافيش وتوصل الباحثون في هذه الدراسة إلى أن الخفافيش تستخدم لغة حوارية أكثر تعقيدا مما كنا نعتقد فالخفافيش تتجادل بشأن الغذاء وتميز بين الأجناس أثناء التخاطب بل لها أسماء خاصة لكل كائن من هذه الخفافيش اسم خاص تطلق صيحات تنادي مثلا الأم على صغارها الأم تتحدث إلى صغارها بنبرة تسميها الباحثة نبرة أمومية يعني هي تقول أن البشر الأمهات من البشر يرفعون أصواتهم لتعليم أبنائهم ولكن الأمهات الخفافيش تستخدم نبرات منخفضة لتعليم صغارها مهارات معينة أثناء النمو وهو ما يدل على أن الخفافيش تمخرط في عمليات التعليم الصوتي سبحان الله يعني خفافيش نظنها لا تعقل لديها لغة كاملة من التجارب المثيرة التي قامت بها هذه الباحثة تجربة على نحل العسل وكيف أن هذا النحل يستخدم أساليب حركية تنتجها هذه الحشرات للتواصل فيما بينها النحل يطلق إشارات لها دلالات مثلا تريد النحلة أن تخاطب نحلة أخرى أن تتوقف أو تتحرك أو تحذر من شيء معين وهناك إشارات أكثر تعقيدا إشارات تدل على الاستغاثة أو على الاستعطاف سبحان الله هناك أوامر جماعية توجه للمجموعة الباحثون قاموا بتصنيع نحلة آلية صغيرة يعني هذا من الأشياء الغريبة فعلا زودوا هذه النحلة بمقاطع صوتية التي تم ترجمتها للنحل كانت النتائج مذهلة حقيقة حيث استطاعت هذه النحلة الآلية أن تعطي أوامر للنحل بالدوران أو ما يعرف بالرقصة الدائرية أعطتهم أمر وبالفعل نفذوه أعطتهم أمر بالتوقف فتوقفوا أعطتهم أمر بالتحرك لجمع الرحيق تجاوبوا وأوامر أخرى طبعا هنا لابد أن نصل إلى نتيجة وهي أن فهم لغة الحيوانات وإعطائها أوامر ليس مستحيلا ولكن يتطلب بعض الوقت والجهد كما يؤكد الباحثون يعتقد كثير من العلماء أن المستقبل سيشهد ابتكار وسائل للتكلم مع الحيوانات وفهم لغتها بل وإعطائها أوامر محددة لتنفذها بكل طواعية والآن أيها الأحبة هل أغفل نبي عليه الصلاة والسلام مثل هذه الابتكارات المستقبلية؟ هل غفل عنها؟ أم أنه حدثنا عن مثل هذه الأشياء التي كانت تعتبر إلى وقت قريب من الخيال العلمي؟ استمعوا معي إلى هذا الحديث العجب قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس حتى تكلم السباع الإنس رواه الترمذي سبحان الله في زمن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لم يكن أحد يتصور أن يأتي يوم البشر يفهمون فيه لغة الحيوانات لم يكن أحد يتصور أن نتمكن من إعطاء الأوامر للنحل مثلا مع العلم أن العلماء يقومون الآن بتجارب على جميع الحيوانات وقد يأتي ذلك اليوم بالفعل الذي نتمكن فيه من الكلام مع الحيوانات المفترسة مثل الأسد والفهد والنمر وغيره من السباع وتتحقق نبوءة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم أن الساعة لا تقوم حتى تكلم السباع الإنس إن هذا الحديث الشريف أيها الأحبة يتفق اليوم مع التوجهات العلمية التي تهدف لابتكار جهاز يمكننا من سماع صوت الحيوانات وترجمت هذا الصوت بل وتوجيه الكلام لهم حقيقة هذا الأمر لو تحقق سيكون مذهلا ولكن سيكون شاهدا على صدق هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة لقاء اليوم انتهى إلى لقاء قريب وموضوع جديد من أمارات الساعة نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته